تشترك العديد من مناطق بغداد بنفس صور المعاناة الإنسانية والمصاعب الحياتية وهي تشكو صيفا وشتاءا من مشكلة طفح المجاري التي تعلن عن نفسها دون دليل في الأزقة والأحياء الشعبية البغدادية حيث يعيش الأهالي في الأحياء القديمة من بغداد وسط بيوت وشوارع غارقة ببرك القذرات والمياه الآسنة وما تبعثها من روائح كريهة المواطنون في بغداد أشاروا إلى أن الإهمال الحكومي للخدمات في مناطقهم جعلهم يعيشون هذا الواقع المرير مؤكدين أن مناطقهم لم تشهد أي عمليات صيانة منذ سنوات كثيرة المناطق القديمة التي تكون وبحاجة ماست دائما إلى تجديد في شوارعها وفي مجاريها لكون هذه المناطق القديمة قد أهملت وللأسف الشديد منذ سنوات طويلة من قبل المسؤولين طفح المجاري في تلك المناطق أدى إلى تضرر أساسات المباني والبنى التحتية العامة والخاصة وانتشار الحشرات والقوارض الأمر الذي أجبر العديد من سكان تلك المناطق على مغادرة منازلهم والبحث عن بيوت لاستئجارها ظهور القوارض والحشرات هذا ما سبب من بعض الأهالي من بعض البيوتات الموجودة في هذه المناطق أن يهجرون هذه البيوت خوفا على أطفالهم من أمراض الطاعون من أمراض الكليارة من أمراض السل طفح المجاري وتجمع المياه الآسنة بالقرب من منازل المواطنين في مناطق عديدة من أحياء بغداد القديمة أصبح يؤثر على حياتهم بشكل كبير وذلك بسبب انتشار الأمراض والأوبئة التي تصيب الكثير من أهالي تلك المناطق خاصة الأطفال يعني الأمراض انتشرت عندنا مثل حبة بغداد ومحبة بغداد إلى حبوب شغلات أكثر يعني أمراض أكثر وهكذا تستمر مناطق كثيرة من بغداد بمعاناتها بسبب سوء الخدمات وإهمال الدوائر البلدية ما أدى إلى تراكم النفايات وطفحي مياه المجاري وتردي خطوط الصرف الصحي منذ سنوات بدون حلول واضحة من الحكومة أو الجهات المسؤولة